بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعوة مجاب على مدار أيام شهر رمضان المبارك جاء في وصفي أبي الفضل العباس عليه السلام كما عن أبي الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبيين قال وكان العباس رجلا وسيما جميلا يركب الفرس المطهم ورجله تخطان في الأرض وكان يقال له قمر بني هاشم وقيل في صفته عليه السلام قمر بني هاشم لوضاءته وجمالي هيئته وإن أسرة وجهه تبرق كالبدر المنير فكان لا يحتاج في الليلة الظلماء إلى ضياء وجاء في كتابي فرسان الهيجاء إن أبا الفضل العباس عليه السلام إنما دعي قمر بني هاشم لأن نورا محياه كان يضيء كل ظلمة وجمال هيئته كان يبهر كل ناظر فإن نورا وجه أبا الفضل العباس عليه السلام وجمال محياه كان بدرجة من العظمة والبهاء بحيث أنه لو اتفق الرافق في الطريق ابن أخيه علي الأكبر الذي كان أشبه الناس خلقا وخلقا بجده رسول الله صلى الله عليه وآله اصطفى أهل المدينة في طريقهما ليتفرجوا على جمالهما ويزوروا محياهما ويتزودوا من نور إيمانهما ومعنوياتهما العالية لقد ورث أبو الفضل العباس عليه السلام من أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام حسن السيرة وجمال الصورة واجتمع فيه بعد أخويه الإمامين الهمامين الحسن والحسين عليهم السلام كل آيات الحسن والجمال وعلامات الشرف والجلال حتى عرف عند الجميع بقمر بن هاشم وكان وما زال محبوه أبي الفضل العباس عليه السلام يتوسلون بنور وجهه الوضاء عند الله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج ودوما يرددون لقضاء حوائجهم مئة وثلاثة وثلاثين مرة اللهم صلي على العباس الشهيد فتقضى لهم الحوائج فتقضى لهم الحوائج أسرع من ضوء البرق برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة